حلول جديدة لمعالج التراكم الحاويات بمرفق بيروت بعد تطبيق الإجراءات الجديدة توصيات جديدة لمشكلة التراكم الحاويات بمرفق بيروت فبعد جولة وزير المالية علي حسن خليل الأسبوع الماضي وإعلانه تنظيم جزء من التفتيش المباشر للحاويات من خلال الخط العشوائي مقررات إضافية من إبل إدارتين الجماريك والمرفق وهي زيادة عدد ساحات الكشف من 3 إلى 4 ساحات لاستيعاب 770 حاوية وتأمين مكاتب لمفتشي الكشف ضمن هذه الساحات لتخفيض الوقت هلأ فعالياً فيه 20 كشف عما يكشفوا هنزيد العدد 4 بصوره 24 كشف كمان خصصنا بيحة خاصة للبيانات المؤقتة وبتاخد وقت لنقلة لتحضيرها هنخصصنا بيحة ضمن ساحة الاستيراد أو يارد الاستيراد اللي موجود بيصير أول شيء نختصر الوقت بنقلة وما بتعمل تراكم بحسب الإدارتين هالإجراءات اللي بتدخل حيث التنفيذ يوم غاد بتقدل تسهيل بشكل كبير عملية انسياب البضائع وزيادة حركة دخولها وإخراجها نقاط جمع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تيبراس مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ببرلين لمناقشة أزمة الديون وكانت تيبراس واجه رسالة لميركل أبلغ فيها أنه قتنا ما رح تتمكن من تسديد ديونها بدون مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي